الملف الإيراني عادة الأمل درس لإيران إيران هل اليوم توقف وقفة نفس اليوم نسمع عن إيران تبتشتري الصواريخ S300 نسمع عن تجهيزات إيران تنتظر الفرج لرفع العقوبات الاقتصادية البعض يقول لك إذا كانت إيران وعليه عقوبات اقتصادية ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية هل رح تسكت إيران أم تقعد معنا تتفاوض أم نحن نكرر عاصفة الحزم مع إيران لا نحن عندنا لازم إن شاء الله ننهي الأهداف الاستراتيجية قبل يونيو إن شاء الله قبل يونيو شون ننهيها قبل يونيو الناس عشان يفهمون اتفاق الإطار 30 يونيو هو الموعد الاتفاق النهاي على إطار للبرنامج النووي الإيراني الاتفاق يعني عشان الناس تفهمه يقر لإيران بالقدرة التكنولوجية على تصنيع قنبلة هو يقر بس بدل ما يعطيها شهر ثلاث شهر عفوا اللي هو فرصة ما تسمح للعالم إنه يتلاحق ويمنعها يترك لإيران تلك التجهيزات تلك البنية التحتية النووية اللي تخلي إيران ما تستطيع الوصول إلى التسليح النووي إلا عام فمن ثم الفترة متاحة أمام المجتمع الدولي إنه يتلاحق ويمنع إيران من تصنيع قنبل عرفت؟ فبدال ما مهلتها ثلاثة بصير سنة ولكن معناها يقول ماذا؟ معناها أن إيران قادرة على تصنيع قنبلة نووية زين؟ الآن إيران بعد ثلاثين ستة لن تتوقف بسبب عصفة الحزم لا سوف تستمر استمر في العراق نعم العراق وسوريا ولبنان ولكن سوف تلوح بقدرتها تكنولوجية فهي تقول على سبيل المثال نحن الآن لما نسوي ما يسمونه إلكتريكال بريج وايرز هاي يسمونها الخطوط الكهربائية العابرة واللي يس نيوترون تريجرز اللي هي المفاتيح نيوترونية اللي هي عقد الإشعال النووي يعني كهذه مالة الفرن اللي تشعلها هذا بس نيوتروني فهذه تقنيات كلها ذات استخدام عسكري هما يرفضون التفتيش على برنامجهم العسكري وهذه نقطة الضعف الآن نحن عندما نقوم بهذا الشيء الآن رددوا سياسيين من دول الخليج مرارا وتكرارا وما حد أخذهم على محمل الجد منذ عام 2011 فصاعدا أمير ترك الفيصل الأمير مقرين الأمير سعود الفيصل آخرهم شو يقول الأمير سعود يقول برؤوا قم بإجراءات ولا توقفوا إجراءات يعني راح نسوي أشياء ما حد صدقه كلهم ينظروا لنا على أن نحن ضعفاء زين الآن هذا الموقف الجديد لنا راح يكون لها تأثير على المفاوضات الحالية وصولا إلى 30 يونيو طبعا نحن لازم نأثر بحيث فعلا نعرف يصير أجندتنا مثل الأجندة الإسرائيلية حقيقة وهي التفتش على البرنامج العسكري لأن هذا اللي راح تواجهنا في إيران من 36 بقدراتها العسكرية التكنولوجية العالية عرفت؟ الآن الإيرانيين كذلك وضعوا لنا ما يسمى بفرقة كاملة من السايبر ووريورز معناها المحاربون السايباريين اللي بيروحوني وقفون لك وتذكر الهجوم على أرامكو راح يقومون بيوفقفون لك الدولة فإنت شلون بسويس قيادة وسيطرة على أمور كثيرة كهرباء وماء وقوات مسلحة واتصالات وبنية مدنية وبورصات كلنا راح نتضرر من هذه الأمور السايبري فهو من 36 عندما يتفرق الإيرانيون لنا سوف يبدؤون بكل هذه المشاكل وردي أنت كمواطن كل خلية صادوها داعش والماعش والغيرة أكو خلية صادوها كانت تخطط لتسع تفجيرات مدينة الرياض واحدة معناها من عنده فلوس يشتري تسع سيارات عندك؟ ما أدري شان عندك أنا ما عندي سيارة ويا الله فهمتني فتسع سيارة هذه غير خلية هذه قاعدين بالبورصة فإذا هذا تجهيز دولة ومتجهيز داعش عرفت ربما التجهيز ربما العمل بتقوم في خلايا المعروفة داعش القاعدة وغيرها ولكن تمويل دولة فيجعلني أنا أشك إلى أن أرى كل المعلومات عن هذا الشيء أنا أو غيري من المختص فمعناها ماذا؟ إيران سوف تقوم ضدنا بما هي جيدة في القيام به وهو ما يسمى بالأسيمتريك وورفير معناها الحرب اللامتماثلة أنت عندك جيش أنا دزلك خلية فالعمل الإرهابي التهديد اليومي من قبل قادتهم هذه الأشياء تريد أن تفوت في عض الروح المعنوية لنا كتحالف خليجي عربي ونحن معنيون ولذلك أنا أقول لشعب شعوب العالم يعني مجلس التعاون ما لكم شغل لا تهتمون بس أكو شيء ما تستطيع أنك أنت تتحكم فيه أن الناس تنظر لك اليوم نظرة مختلفة فكل من يعرض عليك شيء يبي يزورك يبي يوصل معاك الآن افترض أننا إحنا ما عندنا عمل مع تركيا ومع باكستان اليوم فاتت عليهم الفرصة باكستانيين ذي ما يبقون يساعدوننا بحروب الجبال شنبي فيهم مظلة نووية فهمت غصدي أيوة الجانب الثاني اللي راح تشوفه من الحلفاء عندنا حلفاء ما اختلفوا لا زالت فرنسا من المصدرين الأكبر لدول الخليج والسلاح وبريطانيا وهذه الأمريكان قلت لك في كل مرة فيها هو شوخروا مثل البحرين مثل هذه السال في اليمن يحددون رئيس الولايات المتحدة يحدد خصم الرئيسي أو المصلحة العليا للولايات المتحدة في اليمن هي القاعدة فقط ومن الذي يحدث هنا الحوثيين يستولون على الشرعية ويسرون بظهرنا فأمننا مو مهدد له لعلمك حاملة الطائرات هذه كانت راجعة لما تشوفوا المواقع المتخصصة كانت رادة انتهت مهمتها موعد حاملة الطائرات أخرى بعدين كلفوها تبقى جمعوا كل القوى لا تنسوا قوات أمريكية بهذه المنطقة بسبب القرصنة بسبب التجارة بسبب مجموعة قوات الولايات المتحدة البحرية ثلاثين قطعة وحطوا لك وركزوا لك على الفيلم أنهم فعلا خوفوا الإيرانيين وفعلا الإيرانيين خافوا وردوا لماذا؟ لأن هناك سبب منطقي إذا الإيرانيين وصلوا ودخلوا المياه الإقليمية اليمنية نحن متسلحون بقرار مجلس الأمن راح نوقفهم ونفتشهم وبتصر الهوشة اللي هي ويهلوي شنو أفضل لي أوباما؟ دخل بحرية البحرية